ربما صور الدمار هي متشابهة وربما تعداد جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي تجري على نفس النسق باستهداف المنازل على رؤوس ساكنيها لكن لكل منزل قصة وحكاية مع الموت والفقد والوجع هي ليست منازل فقط باتت بهذه الصورة الرمادية لكن راح فيها أعداد من الشهداء وأصيب آخرون ولكل منهم حكاية وقصة مع الحياة ومع أيضا الصراع على البقاء هذه العائلة بالتحديد لها قصة مع النجاة قد قضى في حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة بالتحديد جزء من العائلة في استهداف سابق واليوم يجهز على ما تبقى من العائلة يعني معنا الحج صاحب هذا المنزل وأخ أحد الذين استشهدوا في هذا الاستهداف يروي لنا قصة نزوح أخوك الله يرحمه عظم الله أجركم المصاب جلل ربنا يعينكم على هذه المصيبة اليوم بدي تحكي لي نزح من فترة أخوك وأجي عندك في حيل جنينة برفح أديش إلو ماكث في هذا المنزل وكيف تفاصيل القصف يعني لحظة القصف لحظة الفاجعة التي حلت هنا في هذه المنطقة الله هو من ثلاثة اتنين من قصف بيتهم في مخيم يبنه ووعدين بنته مصابة فأجت عنا وقالت هي بنتين كانوا مصابات بنته وبنت ابنه ربنا شف بنت ابنه كان نهاية وأما بنته فأعني الحمد لله بلت تعافى هو كان يبعد عند بيت أخوي مرات ويجي عندنا في المهار ويبات هناك عسان بنته مرتبطة ببنات الأخوي ومعدين إلو كم يوم أخوي أجأ في البيت هذا التاني إن جمنا فأجأ لنا إبات عنا هو أولاده كلهم لحظة الاستهداف المباغة الفاجعة التي وقعت على رؤوسكم هنا وكيف نجوت؟ والله أنا كنت في الناحية الشمالية من البيت والناحية الشمالية البيت نصه يعني انهدم والنص الثاني لسه يعني ما شحاله يعني فالحمد لله فإحنا نجونا كنا في النص الثاني عما النص لهذا العشارع هذا اللي كان فيه أخوي وولاده هو اللي صابه ما أصابه يعني بعد مرور أربع شهور على العدوان الإسرائيلي وملاحقة أهلينا وذوينا وإخوتنا والاستهداف المتكرر اليوم جزء من عائلتك فقدتوا على مراحل شو بدك شو رسالتك للعالم شو بدك تقول بعد أربع أشهر على مواصلة الاحتلال حرب لا نشكي إلا لله لأنه ما في حد في العالم كله ما قف معنا غير الله سبحانه وتعالى غير هيك ما في يعني أيضا معنا مقابلة مع إحدى الأطفال الناجيات من هذا القصف الإسرائيلي حبيبتي مين راح في البيت اللي القصف هذا البيت عالميا بالزبط احكيه لي عم إبراهيم استشهد ومواصلة استشهدت وماريا وسيد حسن استشهد وهم بس الاستشهد والعايشين عم طلاق وعبود بس هاي اللي صار طب انت خفتي لما صار القصف؟ لا ليش؟ ما خفتش طب انت شو نفسك يا حبيبتي؟ ولا حاجة ما نفسكش تخلص الحار؟ خليها تخلص ليش بدك ياها تخلص؟ هيك يعني هاي الكلمات اللي ممكن أن تعبر عنها طفلة هي تعرف الأشخاص لكن لا تعرف ماذا يحل بها وبجميع الأطفال في القطاعهم محرومون من كل شيء بالمناسبة من الغذاء ومن الأدوية حتى من الأمان من التعليم كل هذه الأمور محرومون منها وأيضا في ظل ظروف معيشية قاهرة وصعبة انعدام الأمان بشكل كامل حتى في حالات النزوح وحتى في أماكن النزوح يعني الحقيقة كما تشاهدون كيف يحل الدمار بلحظة كيف تغير طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين حتى في المناطق التي اضطر المواطنون النزوح إليها في رفح جنوبية قطاع غزة يعني كيف يخطف ويسرق حياة المواطنين مباغتة في ساعات متأخرة من الليل وفي ساعات النهار ووضحه نتحدث عن يعني باتت كومة من الركام كما تشاهدون في لحظة في ثانية يقرر الاحتلال الإسرائيلي أن يلغي حياة وذكريات الناس في قطاع غزة في رفح جنوبية قطاع غزة حيث يقتن مليون ونصف بعد مسلسل النزوح وسيل النازحين الذين توجهوا إلى رفح جنوبية قطاع غزة من أجل البحث عن حياة لهم ولأطفالهم والنأي بأرواحهم على إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة لكن لم يسلم الكثير من القصف الإسرائيلي الهمجي على مناطق مأهولة بالسكان حتى في رفح التي أجبر المواطنون على المكوث فيها طيلة إسفترة العدوان الإسرائيلي وما زالوا ولكن طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف في كل مناطق القطاع دون أصلا أي مفاضلات منطقة على أخرى اشتركوا في القناة